مشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال أهلا بكم في حلقة جديدة معي أنا شايماء محمود وبرنامج سؤال كعادة برنامجنا إن احنا بنسأل السؤال ودايما بنحاول نوصل لإجابة صحيح في بعض الأسئلة مش بنلاقي لها إجابة قاطعة ولكن على الأقل بنحاول دايما إن احنا نقرب ونتكيف مع الحل اللي ممكن يكون مناسب لنا حتى لو ما كانش عجبنا أوقات بيكون السؤال مفتاح للإجابة وللمعرفة وللطريق الصح وساعات لا ساعات ممكن ما نسألش وساعات لو سألنا مش بنلاقي الإجابة السليمة بنصمم أحيانا إن احنا نوصل لحل دلوقتي دلوقتي كلمة بنقولها بنحاول نقرب وجهات نظرنا فيها بنحاول إن احنا نحصل على أي إجابة أو أي حاجة احنا عايزينها دلوقتي طب لو مش دلوقتي إيه اللي هيتم سؤال حلقتنا النهاردة ليه مش دلوقتي كلمة صغيرة وبسيطة صحيح لكن ممكن بسببها يكون في مشاكل ممكن يبقى فيه صدمات علاقات بتكمل أو بتنتهي نقطة كتيرة ممكن دلوقتي تسببها أو إن احنا نخسر حاجة أو نخسر حد بسبب إن احنا صممنا ما نواجهش ما نعتبش ما نتكلمش ليه مش دلوقتي هو ده موضوع حلقتنا النهاردة استنونا بعد الفاصل هنكمل تفاصيله مواقف كتيرة بنقف عندها ونسأل ليه مش دلوقتي بس احنا دلوقتي رجعنا بعد الفاصل بكملين حلقتنا مع حضراتكم وسؤالنا ليه مش دلوقتي الكلمة دي أو السؤال ده ممكن يا احنا نسأله يا بنتسئل لنا ساعات الواحد لما بيطلب من حد طلب يقوله مش دلوقتي بعدين كمان شوية ساعات احنا بنستعجل حاجة فكرة الاستعجال وفكرة التسويف أو التأجيل ساعات بننشغل وظروف بتاخدنا وده رد فعلي للكلمة يعني لو حد قالك طب مش دلوقتي طب بعدين بتطلب تتكلم مع حد تتناقش مع حد بتطلب اي طلب اللي قصادك بيقولك بعدين كمان شوية طيب انا لو اتقالتلي الكلمة دي كمان شوية أو بعدين أو مش وقته معناها ايه؟ معناها ان انا ازعل واتضايق ولا اخد موقف ولا اعذر لقدامي الحقيقة كلمة ليه مش دلوقتي او سؤال ليه مش دلوقتي لازم نسأله لما حد يقولك انا مش مسموح لي ان انا اتكلم دلوقتي او ان انا مش عايز اتكلم معاك دلوقتي هتقوله ليه مش دلوقتي حاجة من الاتنين منهاش تالت يا اللي قصادك فعلا مشغول ومتوتر الوقت المش مناسب عنده ظرف زعلان تعبان ما عندوش طاقة للكلام او بينفضلك بيهملك انت مش فارق معاه ومشكلتك مش فارق معاه ووجودك نفسه مش فارق معاه ساعتها بنقف وقفة مع النفس ولازم نسأل نفسنا اسئلة كتيرة بعد ما نقول هو ليه مش دلوقتي لازم نسأل اسئلة كتيرة ونحدد الكلمة اللي بتتقال دي لينا او اللي احنا بنسألها بناء على ايه عدم اهتمامي بالشخص وعدم تقديري ليه ولان انا فعلا زروفي تعبان او ان انا تعبان او عندي مشاكل وانشغلات تانية مختلفة تماما عن الفكرة الغلط اللي ممكن توصلي مواقف كتيرة بتقابلنا في حياتنا على ليه مش دلوقتي او مش دلوقتي تحديدا ممكن حد يكلم واحد زميل ومثلا في مشكلة وهو متأثر جدا ويقول له انا عندي مشكلة فلانية مشكلة في الشغل ومشكلة في البيت وصديقه يقول له طب بعدين مش دلوقتي هنكمل كلامنا بعدين هنا الوقت ده ممكن يعمل مشكلة وزي ما قلتلكم الجملة دي تتقال في وقت هو قصده ان هو معذور او مشغول او متدايق او عشان يركز معاه بعدين او هو اصلا مش مهتم مثال تاني ما بين اتنين صحاب فيه بنتين صحاب مثلا بيتكلموا مع بعض حصل بينهم صدام وفيه مشكلة كبيرة جدا واحدة عايزة تتعاتب وتتكلم وتتناقش وتصفي والتانية تقول لها لا بعدين مش دلوقتي فيه ولد وبنت مرتبطين مثلا يعني ممكن يكونوا بيحبوا بعض او مخطوبين فتقول له مثلا هو احنا هنكمل الجواز امتى هتكلم بابا امتى يقول لها بعدين ظروفي تعبانة دلوقتي مش وقت وممكن ما يبررش مشكلة وايه بس يقول لها كلمة بعدين مش دلوقتي كل مثل من الامثالة اللي احنا قلناها دي معناها ان الحد خلاص هو مش مهتم للكلام ده ممكن يتفهم غلط لكن في الحقيقة انه وارد جدا يبقى اللي متخانق مع حد قريب منه ده هو مش قادر يتكلم دلوقتي لانه في ناس وهي بتتعاتب وهي بتصطدم ممكن فعليا تخسر اللي قدامها فلو عندي طرف عايز يعاتب ويتكلم فيه طرف بيقول لا بعدين مش دلوقتي ده مش معناها ابدا ان العلاقة تبوز او اللقصدي مش مهتم لازم نراعي ظروف الناس اللي حوالينا زي مثلا البنت اللي هي عايزة خطبها هياخد خطوة بقى جدية للإتمام الجواز يقولها طب بعدين ممكن هو مش بينفض ولا حاجة ممكن يكون ظروفه تعبانة عنده دقيقة مادية معينة هو مش قادر يقولها علشان ما يبقاش صغير في عينك وساعات ممكن يبقى فعلا بينفض لازم تعوض يتفكري او كل واحد فينا لازم يعوض يفكر الاقصاده رد مش دلوقتي دي هل هي عدم اهتمام ولا فعلا الظروف تستدعي واننا دوري اننا في الوقت ده اننا اوقف كلام وابتدي اعذر الحد القدامي اوقات عدم التوقيت المناسب ده ممكن يبقى في مصلحتي يعني ممكن اننا ما يحصل ليش حاجة او اننا عايز طلب معين ما يتمش لمصلحتي يعني مثلا بابا نعايز سلوسة اطلع رحلة الفنانية وبابا شايف ان الظروف دي او الناس اللي حوالي دول مش مناسبين صحبتهم مش لطيفة فيمتالي يقولك طب بعدين مش دلوقتي هو بينفض لك صحيح بس ايه اصاد التنفيذ ده هو بيمنع عنك شر ممكن يحصل لك ومن غير ما يبقى فيه صدام بشكل مباشر ممكن مثلا الاب والام يداروا مشاكلهم المادية او يداروا تعابهم على اولادهم وهم لو عرفوا حاجة زي كده هيزعلوا ويتقزموا ويعني الموضوع يقلمهم فيسألوا الطفل او يسأل الولد او البنت اللي اهلوا ملكه فيه ايه يقولولوا لأ ما فيش بس حاجة بسيطة كده مش دلوقتي بعدين نتكلم وهم مخبيين سر السر ده لو تعرف فعلا هيئذي نفسيا فاحيانا كلمة مش دلوقتي دي ممكن تكون لمصلحتنا ساعات بنقول مش دلوقتي في ابسط الامور البسيطة اللي فيها بعض المواقف الفكاهية اللذيذة يعني مثلا ايه انا حد بيكلمني في التليفون وقدامي حد جه وانا مش عايز اكمل كلام فاقول ايوة تمام خلاص اوكي بعدين فمعايا يقولي طب كملي هقول لا مش دلوقتي طب مش دلوقتي دي انا مش عارف اتكلم فالكلمة ساعات ممكن تبقى زريفة يعني ساعات في حد ممكن يكلمنا ودي بتحصل كتير جدا خصوصا للأصدقاء مع بعض ايوة انت فين او انت فين يلا نتقابل عايزين نشوف بعض وحشين بعض وعايزين نتقابل فالرحة ديقول خلاص اشتا خلاص هنزبط وتمام بس مش دلوقتي يعني طب مش دلوقتي ليه مش عارفين لسه مش دلوقتي ليه وورانا ايه اوقات المواقف دي بتبقى لطيفة فيه مثل بقى مشتهر جدا ليه مش دلوقتي بيمثل على تدخل ناس حشرية طنت حشرية فيه شخصية ممكن تتدخل في حياتك ايه ده حبيبتي انت ما تجاوزتيش لا والله ما فيش نصيب ليه ليه ما تجاوزتيش ما لقيتش الحد المناسب او مش في دماغي الموضوع دلوقتي طب ليه مش دلوقتي ما تفكري طب حضرتك انا حرة يعني حضرتك ما لقيتش الانسان اللي يعوضني او لقيه كف اليه فانتي بتتدخلي ليه نفس طنت الحشرية دي بتتدخل في الجواز في الطلاق في الخلفة ليه مش دلوقتي خلفتي هو انت ما خلفتش ليه هو انت ما تجاوزتيش ليه هو انت ما اشتغلتش ليه هو انت ليه 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 دلوقتي فده بيبقى تدخل وبيبقى فضول الحقيقة يعني مبالغ فيه مش بنحب دايما الناس اللي بتتطفل وتتدخل في حياتنا لازم يبقى فيه مساحة من الخصوصية ولازم يبقى احنا نحب بعض ونحب الخيل بعض ومن تدخل فيه ما لا يعنيه سمع ما لا يرديه لازم يبقى لي ردود حتى معينة لأي حد بيتدخل في حياتي أو بيخترق حاجز كده أنا حطه لنفسي كل واحد حر في حياته طيب أنا لو قلت أنا ما خلفتش دلوقتي أنا ما تجوزتش دلوقتي أنا ما اشتغلتش دلوقتي في حد ما ارتبطش بفتاة أحلامه دلوقتي مش لاقي فرصة شغل دلوقتي طب إمتى؟ هيحصل ده إمتى؟ العلم عند الله حقيقي بس أنت تعمل إيه بقى؟ أنت لازم تسعى وتشتغل وحضرتك لازم تصبري وتحتسبي وقتك ومجهودك وسعيك عند ربنا أوقات بيبقى الوقت مش مناسب لأن أنت لسه مجهزتش لحاجة حلوة ممكن تحصل لك زي ما قلت لكم فكرة أن الواحد يتجوز أو أن هو يخلف أو أن هو يشتغل أو أن هو يحقق حلمه دي بتبقى مسألة نسبية يعني كل واحد فينا مختلف للتاني الوقت المناسب لك في حاجة زي كده مش زي الناس تانية أوعى أو أوعي تقارنوا نفسكوا بأي حد وخلينا نقول كلمة رزقك المتأخر خير من أرزاقهم المتقدمة ممكن تكون الحاجة اللي أنت متأخرة عليك وأنت زعلان أن هي ما جات لكش بتقول ليه يا رب أنا ما حصل ليش الموقف الفلاني أو ليه يا رب ما وصلتش للحاجة دي حاجة تبقى خير ليك يعني ممكن يبقى المنع يعني في قمة العطاء يعني أنت يتمنع عنك حاجة دي قمة العطاء من ربنا في الوقت ده أنت مش جاهز أنت مش محضر أنت مش مستعد ودي الحكمة اللي احنا لازم نفهم فيها أنا بستعجل حاجة وعيزة تحصل دلوقتي وما حصلت ليش أعمل إيه أكتئم أزعل أبقى محبط أتدايق أبقى ناقم على حياتي وعيشتي لا خالص ربنا سبحانه وتعالى بيبعث لنا رسائل وربنا سبحانه وتعالى بيبقى له حكمة في تدبير الكون وأمرك وحياتك ورزقك كمان قصة المنع قمة العطاء دي نقطة مهمة جدا يمكن في قصة حقيقية فعلا بنت بتكمل دراسات عليا خادت الجزء الأولاني من الدراسة جزء التاني للأسف فضلت تزقط أو تعيد الدراسة أكتر من مرة تدخل الامتحانات مرة واثنين وثلاثة حلة من الدموع والعياط مجهود بيديع بتزاكر وبتكتهد يعني الدكاترة بتتغير والكتب ومصاريف ومجهود بيديع فعلا ومش عارفها تنجح لحد المرة السبعة المرة السبعة كانت نجحت في المادة هي اللي هي كانت مش بتنجح فيها كل مرة ولكن فرقت معاها في نص درجة في مادة أتفه ما يكون مادة سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة وعمرها أبدا ما كانت بتسبب ليها مشكلة في السبع مرات العدد هنا وقفت قدام النتيجة مش متخيلة الموقف على نص درجة في مادة تفهة جدا مش المادة الصعبة اللي كانت سبب في السقوط أدركت أن هنا وقت الندم مش وقت أصلا النجاح أدركت أن الخير مش في المادة دي ولا في الدبلومة دي ولا في الدراسة دي ولا في الموضوع ده واحتسبتها عند ربنا يعني ممكن أن ده يبقى علم لا ينتفع بي ودي حاجة تأذيها دنيا وآخرة وخلاص فهمة الرسالة صحيح متأخر بس بعد سعي بعد سعي ومجهود ومذاكرة وتعب ولكن وصلت لنقطة أن الحاجة دي مش من نصيبي يا إما مش من نصيبي خالص وطريقي في حتة تانية يا إما مش من نصيبي دلوقتي ولازم إحنا كلنا نفهم الموضوع ده وقتك بتاع ربنا رسالتك أنت اللي بتفهمها رسالة من ربنا بيبعتها لك بس الأول لازم كل واحد فينا يعمل اللي عليه ممكن ما توصلش للي أنت عايزه علشان أنت مش جاهز للي أنت عايزه دلوقتي لازم تمر بمراحل كتير لازم تتصدم لازم تزعل لازم تتجرح لازم قبل ما تقول أن ده وقت السعادة أو وقت الحاجة الحلوة تكون عديت بفترات إخفاق ومراحل ربنا بيهيئك وبيعدك لها لحاجة أحسن لأن نصيبك أكيد متشال في حاجة أحسن في حاجة احنا ملناش دعوة بيها بقى هي قضاء الله وقدره أوقات بتحصل لنا حاجات مفاجأة ساعات بتكون حزينة يعني إحنا بنزعل لما بتحصل لنا بس لازم ساعات هيبقى في رضا لأن قضاء ربنا وقدره فوق كل حاجة وما فيش حاجة بتحصل للإنسان إلا وفيها خير حتى لو هي شر يعني الواحد فينا أمره كله خير خيره وشره لازم الثقة في ربنا سبحانه وتعالى والإيمان كمان بالقضاء والقدر نقطة مهمة وأساس وجودنا وأساس إيماننا ويقننا وثقتنا في ربنا سبحانه وتعالى نطلع فاصل سريع وهنكمل مع بعض موضوع حلقتنا ليه مش دلوقتي في ختام السؤال بس فاصل سريع جدا وأنا أرجع لك تاني موسيقى 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 مكملين حلقتنا معاك وهكملها بقصة الدكتور مجدي يعقوب لما كان رايح في مؤتمر والطيارة فاتته زعل جدا الطيارة فاتته قال ليه مش دلوقتي يعني ليه ملحقتش الطيارة دلوقتي في حين أن الطيارة دي هي وقعت ومات كل اللي عليها فكرة الإيمان بالقضاء والقدر نقطة مهمة وسؤال ليه مش دلوقتي سؤال نسبي زي ما قلنا رد فعلك عليه بيختلف يتعذر الإنسان اللي بيقولك مش دلوقتي يتاخد موقف منه واللي بيبقى مجغول عنك سيبه اللي مجغول عنك بحجة الظروف والانشغال يبقى أنت مش من اهتمامه خد موقف وبعد يعني استكينة وراحت النفس نقطة مهمة جدا والسؤال اللي لازم نسأله لنفسنا كلنا أنا هسأله نفسي وحضراتكم كمان بعد الحلقة دي نقول ليه مش دلوقتي نتغير ليه مش دلوقتي نتغير للأحسن ليه مش دلوقتي نتغير للأفضل ليه مش دلوقتي نتوب ليه مش دلوقتي نقرب من كل اللي احنا بعيد عنهم ليه مش دلوقتي ناخد خطوات جدية عملية علشان نقدر نعيش في حياة سعيدة ليه مش دلوقتي نقرب من ربنا ونؤمن بالقداء والقدر ونصق في أن سبحانه وتعالى عمره أبدا ما يرتب لنا حاجة مش في مصلحتنا أشوفكم في سؤال جديد وحلقة جديدة الأسبوع جاء إن شاء الله قبل نصف ساعة من دلوقتي وبرنامج سؤال